اشتركوا في القناة عزيز الطالب في نهاية الدرس أن تذكر قارات العالم وتسمي المحيطات ولكن علينا أن نذكر القوانين الصفية ونلتزم بها أولا نجلس جلسة صحيحة وهدوء نكون هادئين ونستمع لشرح المعلمة لقد ذكرنا سابقا عزيز الطالب بأن الكرة الأرضية تتكون من اليابسة والماء كما يظهر لدينا في الصورة هنا اليابسة والماء واليوم سنتعلم عن قارات العالم والتي تشكل اليابسة وتبلغ مساحتها 29% فما هي القارة أعزاء الطلاب القارة هي مساحة من اليابسة على سطح الكرة الأرضية لننظر معا إلى الصورة هنا فهذه قارة وهذه المساحة من اليابسة قارة وأيضا هنا وهنا إذن القارة هي مساحة من اليابسة على سطح الكرة الأرضية والآن انتبهوا معي سأذكر لكم قارات العالم وهي آسيا إفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أستراليا والقارة القطبية الجنوبية لننظر معا إلى الخريطة لتروا مواقع قارات العالم في الصورة التي أمامكم لننظر معا هنا آسيا وإفريقيا وأوروبا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية أستراليا وأخيرا القارة القطبية الجنوبية من منكم يعرف عدد القارات على سطح الكرة الأرضية؟ من يخبرني؟ نعم أحسنتم عدد القارات سبعة لنعدها معا آسيا أولا وأفريقيا ثانيا أوروبا ثالثا أمريكا الشمالية رابعا وأمريكا الجنوبية خامسا وأستراليا سادسا وسابعا وأخيرا القارة القطبية الجنوبية أعزائي من منكم أن يستطيع أن يخبرني؟ أي قارات العالم أكبر وأيها الأصغر؟ من خلال النظر إلى الخريطة هيا أيها المبدعون من يخبرني ما هي أكبر قارة وما هي أصغر قارة؟ نعم أحسنتم ممتازين أكبر قارة على سطح الكرة الأرضية هي آسيا وأصغر قارة على سطح الكرة الأرضية هي أستراليا ممتازين إذن أصغر قارة هي أستراليا كما يظهر لدينا بالرسم أحسنتم وأكبر قارة أعزائي هي قارة آسيا لاحظوا معي إذن تعلمنا طلاب الأعزاء عن أسماء القارات وأن قارة آسيا هي الأكبر قارة على سطح الكرة الأرضية وقارة أستراليا هي أصغرها والآن سوف نتعلم عن المحيطات فما هي المحيطات؟ المحيطات أعزائي هي مساحة واسعة من الماء المالح مساحة واسعة من المياه المالحة انظروا معي إلى الشكل يظهر لدينا هنا محيط وهنا محيط لاحظوا معي أن المؤشر يشير إلى اللون الأزرق وقلنا أعزائي أن اللون الأزرق يرمز إلى الماء والآن أعزائي الطلاب سندكر أسماء المحيطات فانتبهوا معي جيدا المحيطات على سطح الكرة الأرضية هي المحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلنطي المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي لاحظوا معي المحيطات على الخريطة أعزائي الطلاب والآن من منكم يعرف عدد المحيطات على سطح الكرة الأرضية؟ أحسنتم أعزائي لنرى عدد المحيطات على الكرة الأرضية هي خمسة ممتازين ورائعين لنرى موقعهم على الخريطة هنا أولا المحيط الهادي وثانيا المحيط الهندي ثالثا المحيط الأطلنطي ورابعا المحيط المتجمد الشمالي وأخيرا خمسة المحيط المتجمد الجنوبي أحسنتم أعزائي الطلاب والآن سأخبركم أعزائي الطلاب عن أكبر المحيطات وأصغرها انظروا معي إلى الخريطة فهنا يظهر لكم المحيط الهادي وهو أكبر المحيطات على الكرة الأرضية وأما أصغر محيط انظروا معي إلى السهم فهو المحيط المتجمد الشمالي والآن نريد أن نذكر معا ما تعلمنا في درسنا لهذا اليوم تعلمنا عن القارات وقلنا أن عددها سبعة عددها سبعة لنذكرها مجددا القارات هي آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، أستراليا، والقارة القطبية الجنوبية وأكبرها قارة آسيا وأصغرها قارة أستراليا لنشر إليها على الخريطة قارة آسيا هي أكبر قارة وقارة أستراليا هي أصغر قارة على سطح الكرة الأرضية والآن سندكر ما تعلمنا عن المحيطات لنسميها معا المحيط الهادي، المحيط الهندي، المحيط الأطلنطي، والمحيط المتجمد الشمالي، والمحيط المتجمد الجنوبي وذكرنا أن أكبر محيط على سطح الكرة الأرضية، أعزائي، هو المحيط الهادي وأما أصغر محيط، فهو المحيط المتجمد الجنوبي هكذا، أعزائي، نكون راجعنا ما تعلمنا لهذا اليوم، فقد كنتم رائعين ومبدعين والآن سننتقل إلى حل أسئلة الكتاب السؤال الأول، أعزائي، انظروا معي أصغر قارات العالم من حيث المساحة، هل هي أستراليا أم آسيا؟ تذكروا ما تعلمناه اليوم؟ أحسنتم إذن أصغر قارات العالم هي أستراليا، أحسنتم والسؤال الثاني هو أكبر المحيطات على سطح الكرة الأرضية من حيث المساحة، هل هو المحيط الأطلنطي أم المحيط الهادي؟ من يجيب؟ نعم، أحسنتم، فالمحيط الهادي هو أكبر محيط على سطح الكرة الأرضية أحسنتم طلابي، وبهذا نكون قد أنجزنا أهدافنا لهذا اليوم، وتكون نهاية العمل، شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر